اشتركوا في القناة متحدثا دوليا على رأسهم ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي ابرزت تصريحات المشات خلال جلسة التعافي الاقتصادي وقالت ان ازمة كورونا اظهرت الحاجة الملحة لتنسيق الجهود بين مختلف الاطراف من اجل تحقيق التعافي سواء من صعناع القرار او الحكومات او القطاع الخاص والمجتمع المدني حول اهم الملفات التي تناولتها اجتماعات الربيع لهذا العام تدور حلقتنا النهاردة وسدنا ان يكون مع الدكتور كريم يحيى استاذ الاستثمار بجامعة القاهرة موارنا دكتور كورونا حضرت طيب وحالك طيب اهلا بيك خلينا نطلع تأرير وبعد هذا التقرير نفتح هذا الحوار فيما يقص مجموعة الربيع عشرين واحد وعشرين واهم القرارات التي اتخذت في هذه المجموعة فابقوا معنا اصابت جاحت فيروس كورونا التي لا تزال مستمر الاقتصاد العالمي بنكسة غير مسبوقة قد يكون التعافي منها بطيئا ومتباينا كما تسببت الازمة الراهنة في تفاقم اوضاع عدم المساواة في مختلف انحاء العالم في هذا اللي ترجعت اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي لعام 2021 التي عقدت افتراضية للعام الثاني على التوالي من اجل مناقشة هذه التحديات العالمية ومساعدة البلدان على بناء تعارف اخضر يراعي ظروف البيئة واعادة بناء الانظمة الاقتصادية لتحسين استخدامها للموارد وخلق مستقبل غير ضار بالمناخ كان على رأس ملفات اجتماعات الربيع هذا العام الجهود الجارية في البلدان النامية من اجل عمليات واسعة النطاق لتوزيع اللقاحات ومواطن القوى والضعف في استعداد البلدان والتدابير اللازمة للحصول على اللقاحات وتوزيعها واهمية الشراكات والتعاون بين كل الاطرف نقشت الاجتماعات وايضا سبل قيام الحكومات بتحويل الازمة الى فرص لتحقيق النمو وكيفية تطوير الشركات من نفسها لتتمكن من خلق مزيد من الوظائف لتفادي خطر ضياع جيل كامل من الشباب الاجتماعات شارك فيها محافظ البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثلون عن منظمات المجتمع المدني واكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي ومنها الافاق الاقتصادية العالمية والسئصال الفقر والتنمية الاقتصادية وفاعلية المعونة مشاهدين الكرام اهلا بكم مجددا مرتاني برحب ضيفي في السودة دكتور كريميح استاذ الاستثمار بجامعة القاهرة دكتور خليني يعني لم نسمع كثيرا عن مجموعة الربيع هل هي مجموعة جديدة هل تم انشاءها مجددا اما هي كانت موجودة قبل جدا هي يعني مجموعة الربيع حتى الاسم متاخد من الادارة دايما اللي هي الخضراء اللي هي الخالية المحاولة ان احنا دايما زائد بقى كمان اللي هو الحد من فيروس كورونا على الاقتصاد العالم لا دا انت بيدخل فيه الجزء اللي هو ازاي بقى نحافظ على البيئة والحافظ على البيئة بقى فيه جزء مشتدام اللي هو على طول طوال السنة اه الاجتماع الربيع بقى بقى التاني يعني السنة التانية اللي يحصل يعني نتكلم اجتماع الربيع هو خاص من المشامة عن الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة كل ما تعالى بالاجتماع الخضراء البيئة الخضراء وكل علوم البيزنس وكل علوم الاقتصاد الخاصة بيه ندور بيزنس وندور العالم بس بلا كربون بلا نراعي البيئة ونراعي الاجئة المستقبلية خلينا اتكلم على اهم الموضوعات التي تم منقشتها في اجتماعات الربيع عشرين وعشرين خاصة زي انت اشرت اني دا مش الاجتماع الاول دا الاجتماع التاني نعم الاجتماع دايما بيبقى على رأسه الاجزاء المحورية لكل بلد في العالم اللي ممكن تقدر تدخل فيها في ناتج المحلي الخام للعالم ناتج المحلي الخام هو الرقم اللي بيشترك فيه العالم كله باهم البيزنس اللي بيبدأ يوفر الاغذية للناس في العالم كله الاملابس الطاقة التكنولوجيا الى اخره البلاد المحورية هي اللي بتشارك فيه هذ nuggets الاجتماعات الاجتماع مهم جدا لان بلاد محورية بنعنى يعني بلاد محورية يعني مثلا الس3 الكبار مشاركين العشرين بالزدد هو مش ال20 الكبار ولكن هو بيبقى فيه في الاجتماعات دي بيبقى فيه جلسات تحضرية بيدخل فيها البلاد اللي بتشارك بالنسب الاجبر من النتج المحلي الخام للعالم الأكاديميات المتخصصة جدا في التحدث في هذه المحاور الناس الأكاديميين متخصصين جدا في الطاقة في الحفاظ على البيئة في الحد من نسبة التلوث وزراء التعاون الدولي في المناطق الكبرى وفي الشرق الأوسط موصلين فيه دكتورانية المشاط الموضوع طبعا الاهتدام دلوقتي بياخد جانب عالمي لأنه بيؤثر على العالم كله بشكل كبير الموضوع مش اقتصاد بس فبياخد الشكل اللي هو يؤثر على جانب مثلا غني أو جانب فقير لا هو دلوقتي بيتكلم فيه إزاي نخفز على العالم أجمع من حد تلوث بشكل معين لو زاد عن حد معين هيأثر عالم كله بشكل وخيم وبالتالي أول حاجة الاهتمام بيه الوقود المخزون في الأرض اللي هو اللي مفعول بفعل عامل البيئة من ملايين السنين للحفاظ على الأجيال المستقبلية اللي هو النظر أول حاجة اللي هو بشكل عدم أناني ندعم البوزنس في العالم كله بس بشكل عدم أناني يعني تحافظ على نصيب الوقود دا للأجيال المستقبلية موارد الدولة يعني الحفاظ على الأجيال الموارد العالمية دلوقتي لأن هي دلوقتي التشارك فيها بدل ما هي لدولة معينة أو لبلد معينة بيرجع فيه أسلوب التعاون الدولي فبدل ما هي ويبقى لبلد أو لقرة محددة ممكن يبقى لقرة أو لقرتين أو لقرة نصف بحسب التشارك اللي بيفعل أو اللي بيعدل كل سنة في هذه الاجتماعات طبيعة المحاور اللي بتناقش دلوقتي تجدد سنويا من خلال القضايا المثارة المتجددة يوميا خليني بس دكتور كريم أنا أكلم يعني النمو مرتبط بالصناعة والصناعة مرتبطة بالمصانع وإيه ساني قصد الكربون وإيه وإيه الموضوع أنا مش فيه تضادية يعني أني يعني أو إزاي الفكرة أنه نحن نحافظ على معدلات نمو نعم وفي نفس الوقت نحافظ على بيئة نظيفة نعم دي معادلة مهمة جدا الجزئية بتاعت المحافظة على طول عمرك البوزنس شغال وطول عمرك الصناعة شغالة معدلات الاستثمار والطاقة والمصانع في العالم كله علشان الناس تقدر تعيش الدول كلها تقدر تشتغل أخذ بقى الدورة الانتاجية والناس تقدر تأكل وتكسب وهكذا طيب لما تيجي تبدأ من أول النقطة دي خالص لدورة الانتاج سواء صناعة سواء خدمات سواء سياحة إلى آخر وأي دولة بيشتغل فيها بيزنس داخل فيها فلوس سواء المقطع الخاص أو المقطع العام بينظر لها دلوقتي بشكل الطاقة النظيفة يعني الطاقة النظيفة يعني دايما لا تنظر للمصادر الغير متجددة الغير متجددة دلوقتي بتعمل مشاكل مشاكل في إيه أي نعم في مواصلات موجودة يعني فيه فلوس يعني فيه كاش إن ولكن ناحية التانية فيه تلوث طالع وفيه كاربون دايكسايد وكاربون يعني قضايا كبيرة جدا دلوقتي بتناقش أولها من شركات ضخمة جدا ومتمثل نتج محلي عالمي كبير جدا من شركات خاصة كبيرة جدا فرحانة دلوقتي إن هي رائدة فيه مجال إن هي باقت كاربون نيوترول أو إن هي الكاربون اللي هي استخدمته قد ما هو خرج منها بالفعل بالعكس دلوقتي هي بتفخر إن هي في عشرين ثلاثين أو رؤية المستدر من دلوقتي العالمية مش بتاعة مصر بس إن هو يبقى عالم خالي من الطاقة الغير متجددة خالي من الجزئية بتاعة التلوث اللي هو أي نعم البني آدم هيكسب من خلاله بس هيلوث الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية فدي نقطة اللي بتناقش ببعض مالي وبمادي يعني كان لنا أتكلم هنا هل يعني فرض كوفيد ناينتين على العالم إعادة التفكير في أولويات العمل في مسألة التنمية المستدامة وخاصة على مصر إن احنا بنتكلم على تنمية المستدامة عشرين ثلاثين ويمكن أنت تكلمت على يعني مسألة الحفاظ على الموارد ويمكن ما أصبح أخذت خطوات هامة جدا في هذا المجال بنتكلم على طاقة متجددة بنتكلم على أكبر طاقة أو أكبر محطة طاقة متجددة شمسية بينبان في أسوان وفي يعني مشاريع أخرى وطاقة رياح فأثير تأثير هذه الجائحة على التنمية المستدامة عشرين ثلاثين في مصر وفي العالم طبعا تمام هو يعني المسألة التنمية المستدامة في مصر ده يعني رؤية مصر مرودة من قبل كوفيد ناينتين في العالم كله ومن قبل التطورات والملحقات والتحورات بتاعة الفيروس على العالم في بلاد قالت يا جماعة لأن احنا كده مش هنقدر نكمل غير لو أن احنا اشتغلنا وبدأنا نفك الاقتصاد المحلي بتاعهم واحدة واحدة في بلاد عندها نواتج محلية وعندها احتياطيات تكفيه أن هي تبدأ تشتغل عن بعض زي من العالم كله أو أغلب العالم كله شغال التنمية المستدامة بتجدد من خلال التطورات المتلاحقة اللي موجودة دلوقتي اللي بتنقش على القضايا العالمية زي في أهمها دلوقتي الحفاظ على قضايا التعليم يعني الأجيال أرى تفضل في البيوت بس التعليم يفضل عن بعض التعليم هو أهم حاجة التعليم هو أهم حاجة عندنا تطلع الأجيال المستقبلية والأجيال الحالية جايه التعلم كأنشان هل مسألة التفاعل في التعليم يعني أو التعليم عن بعض يغنى عن مسألة التفاعل هو هي دي طبعا قضايا ممكن تقلل شوية من كفاءة التعليم خصوصا من بلاد كان أهم المحاور رئاسية فيها هو التواجد المادي بين الطالب والأستاذ ووجود المادة العلمية في النص وكذا طبعا زي ما وجود عندنا في أغلب جامعات العالم ولكن الفرض شوية هو تحدي جديد فعلا وإحنا شهادنا عليه كشرق أوسط وكشمال أفريقي وكدولة الرائدة في الشمال الأفريقي وفي الشرق الأوسط فرض مواجهة يبيرة يتبنوا وفرض أنها في الأول كان مواجهة صعوبات إنما دلوقتي أغلب الأجيال دلوقتي الحمد لله بتتفاعل بشكل مش هقولك يعني ممكن يكون مش وصل للفعالية المطلوبة بس وصلنا هو حد ممتاز يعني متأكيد بالضرط إنه هو وصل عد الشكل الاعتياري أو بدأ يبقى مارثة الحقيقة العادية من خلال الأونلاين وخصوصا لأطفال دلوقتي في جميع المراحل حتى المراحل الجمائية فبيلاقى الموضوع ده بيلاقى رواج في الأوسطات التعليمية الحالية اللي موجودة عندنا في مصر ده بيقول إن قضاء تعليم ما ينفعش أو لا تنفك بشكل محوري من الجزء بتاع روية تنمية المستدامة النصر روية تنمية المستدامة كل سنة بتعدل هذه القضايا على أولوياتها دلوقتي الاهتمام بقضايا المرأة وتعليم المرأة وتمكين المرأة من الحصول على الدخول اللي ممكن تصرف بيها على مرتبات زيها زي حق الرجل وحق المساواة وكل الأجزاء اللي بتتشكل فيها قضايا التعاون سواء المحلي أو التعاون الدولي المتعلقة بالمرأة بحيث إن يبقى بتقدر تاخد بشكل مستدامة أو تاخد بشكل وإنت ماشي معاك تقدر الشكل المحلي في التعليم قضايا التعليم مهتم بيها قضايا المرأة أنت بتبدأ ترجع تنمية المرأة القضايا الأسرية الدخول المرتبات وطبعا كل ده متزامن مع الحفاظ على البيئة الوجود المادي فيه ضوء أو الأكسيد كربون معين نسبة تلوث محددة ما ينفعش تزيد عن جزئية معينة الحفاظ على القبيلات دلوقتي الجلوبال وورمينج أو اللي هو ما يتعلق به الأثار الناتجة اللي ممكن تعمل تلاوث أو أضرار عن طبقة الأوزون والطبقة اللي تحمي العالم ومشاعة الشمس البنفسجية اللي تنتج عن الحاجات وبالتالي كل ده دلوقتي بتبدأ كبلد بيبدأ دورها دلوقتي يتواجد فيه أوصات عالمية زي الاجتماعات الربيع وأنا شايف أن هي يعني أهمية كبيرة لمصر أن هي تحضر المجتمع أو مشاركة لها مشاركة فعالة زي دي السنة اللي فاتت خلاص بنبدأ بنحدد دلوقتي مع البريكس لما كانوا بالرجانسيات الرئيس موجود السنة اللي فاتت هناك ومن أهم خمس دول في العالم التحضير دايما أن مصر بلد في الاقتصاد موجودين على المحاول الرئيسية في القضايا الربيع أو الاهتمام بالبيئة موجودين على بشكل فعال مرسل المسألة لإفريقيا في مؤتمر المناخ في فرنسا بالضبط كان رئيس محد الأفريقي تمام خلينا أكلم هنا على مسألة يعني مصر الدولة الأولى في شمال إفريقيا دولة أو الشرق الأوسط كمان التي حققت نمو إيجابي مع أزمة كورونا عاز أكلم على هنا ثقة الشراكة والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري الذي استطاع يعني أن يكتاز هذه الأزمة بشكل كبير يعني وشكل مطمئن لكل المؤسسات الدولية ثقة الشراكة الحمد لله موجودة ثقة البنك الدولي موجودة والسندوق النقد الدولي موجود وهذا بفعل التعامل الموجودة الحاليا والقروض الموجودة والتعامل المناقش أو ممول قضايا محورية معاك لحد 20-30 لحد كمان الرؤية دلوقتي بتتشكل إن هي من 20-30 بتبدأ تخش في مساحات أو أبعاد أكتر يعني اليابان كانت عاملة من فترة الرؤية لحد 20-52 فإنك تهتم أو تتولى أمر زي ده ناحية القيادة السياسية بقى حاجة مهمة جدا ده مسؤولية كبيرة المجتمع محلي مرأبك ومهتم بيك فشايف خطواتك على معدل نجاح مش معدل دلوقتي نمو لا ده هم بيتكلموا على معدلات إنمائية يعني احنا دلوقتي معدلات النمو دي اللي هو الاستدامة بتاعتها لا ده احنا مش عايزين كل سنة مثلا نزيد ب6% أو 6 و 3 لا انت عايز سنة دي تسيد 6 و 3 سنة الجاية تدق يبقى 6 ونص في المية 7% وهكذا ليه؟ في استدامة في عجلة التنمية في استدامة وفي تشارك واضح في الأوساط الدولية مش مجرد كلام بس مش مجرد شعر بس انت السنة اللي فات موجود في أكتر من 6 7 مجتمعات أو مشاركات رسمية عالمية بتبقى على هامشها تفاعل في جميع أو صوت رجال الأعمال في البوزنس احنا زي ما بنتكلم بنتكلم كان فيه دعوات يعني البركس أو المجتمع البركس اللي احنا اتكلمنا عليه وجنوب أفريقيا وروسيا والهند كل البلاد اللي هي بيتدعو مصر دعوة للتحضير للسنة الجاية انك تبقى معاهم دي حاجة يعني في الأوساط الدولية مش سهلة مهمة بالضبط طيب انت اليابان دعيتك ده انت روسيا دعيتك ده انت رئيس الاتحاد الأفريقي ده انت الممثل أفريقيا والشرق الأوسط لما حد ييجي تكلم مع ممثل مين يا جماعة ممثل أفريقيا كلها مصر اتحاد أفريقي شمال أفريقيا سياسيا مش سياسيا بس انت سياسيا دلوقتي الاقتصاد دلوقتي بياخد قضايا مهمة جدا دلوقتي والجديد دلوقتي اللي هو التشابك مع القضايا التعليمية مع قضايا الاستدامة اللي بنتكلم عليها مع القضايا تمكين المرأة مع القضايا الاهتمام بالتعليم مع القضايا الاهتمام بالأجيال المستقبلية والحفاظ على الموارد الحالية من الوقود القيود اللي بتهدد الموارد اللي هي ما بقيتش متاحة بشكل كبير قبل كوفيد ودلوقتي فالعالم بيبدأ يعمل إعادة يعني مش تخصيص موارد أو توزيع موارد ولكن استخدام الموارد بشكل أفضل وبشكل بدل ما يطلع نفس الناتج من نفس الموارد لا تعظيم هذا النفس الناتج بدل ما يطلع 6 وحدات مثلا من 3 موارد متاحة تبدأ من نفس 3 الموارد المتاحة دول باستخدام تكنولوجيا أنظف فننتم نجي أفضل تبدأ تضلع 8 وحدات 9 وحدات إلى أخير وبشكل بدل ما ينفع 100 وحدات ما حلمنا نتكلم في أموره جدتانية بذات خلينا نتكلم منها على أفاق الشراكة بين مصر والبنك الدولي خاصة أن الحديث كان على قرد آخر من صندوق النقد الدولي لمصر وهذا القرد خاص بنواحي اجتماعية بعد أن اجتازت مصر مرحلة هامة جدا بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذت فيه نوفمبر 2016 الآن البنك الدولي يضع ثقاته في القيادة المصرية وفي الاقتصاد المصري بإجراءات أخرى أو بقرد آخر خاص بنواحي اجتماعية الشراكة مع البنك الدولي خلال المرحلة طبعا خلال النواحي القادمة يقول أن البنك الدولي ده جهة تمولية عالمية محيدة ما بيجددش الاتفاقيات غير لما يكون فيه نجاح مع التعامل مع الجهة أو البلد بصفة حالية وبصفة سابقة وبالتالي ده بيأكد أن نصر القروض اللي هي بتطلبها في الأوقات المحددة تم سيداتها في الأوقات المحددة تم إعادة الجدولة لأقصات القروض أو فواض القروض بالشكل المحدد والرسمي والاتفاقيات الموجودة تثبت كده الوجهة تغيرت شوية أن الفترة اللي جاية بيقى فيه اهتمام شوية أو إعادة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية اللي هي كان لازم النظر إليها في الفترة دي بعد ما تبدأ تظبط الهيكل الاقتصاد بتاعك تظبط النواحة الاقتصادية اللي هي بتبدأ ترجع منها الدخول أو كدولة مصادر الدخول الأساسية منها السياحة والتعليم والتصنيع إلى آخره قضايا التصديق الثاني اللي هي كانت بتظبط في خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا دلوقتي القضايا الاجتماعية رجعت تزامنا مع الاهتمام بالشؤون البيئية اجتماع يعني ايه اجتماع يعني ترجع للنظر تاني لأول نواة في المجتمع اللي هو الأسرة الاهتمام بالشكل الأسري الصحيح الاهتمام بين مو أطفال خلية من الأمراض مع خلية من الأمراض دي هيطلع يبقى عندك صحة كويسة يبقى عندك الطفل بقى شباب سليمة يطلع جيش سليمة يطلع ارتصاد قوي وبالتالي هي نقطة مهمة جدا مشكلة في إعادة النظر مرة أخرى ثم مرة أخرى إلى الطفل اللي هو يعتبر لو طلع نواة سليمة هيبقى زوج سليم وبعدين هيرجع نفس الأثر أو نفس الثقافة في الأطفال وهكذا فتفضل الرؤية المستدامة موجودة فيفضل النمو المستدام فيفضل معدلات النمو موجودة في أدهان الأجيال المستقبلية اللي هو بيبدأ بطفل اليوم اللي هو غدا هيبقى الشاب اللي يتخرج زوج إلى آخر وهكذا لحد ما فيه تلاحهم بين الأجيال المستقبلية كل ده برضه تزامنا مع عالم كله فيه جهات كبيرة جدا ضخمة جدا سبعانا هي نهارت وخلاص تلاشت فيه حتى يعني بعض الدول النمو عندها بالسالب طبعا فيه نمو دلوقتي سالب وفيه دول دلوقتي ترفض يعني أي حد يجي لها سواء أي حد حتى لو هو مصنع ما هو لقى للأسف الشديد خلينا أكلمينا على مسألة الدعم البنك الدولي لمصر أثناء جائحة كورونا يا دكتور البنك الدولي بيدعم بشكل من خلال بنود يعني تعاونية بمعنى أنه هو بيدعم لما يبقى لما فيه يبقى فيه علاقة بين جهتين رسميتين والعلاقات تعدي شوية الشكل الرسمي أو كده فبقى فيه النوع من الود أو اللطف أو التعامل اللي هو الشكل اللي هو الغير رسمي بس في نفس الوقت يصب في الصالح الطرفين بمعنى أن يكون دايما بنتكلم فيه الجزئية بتاعت الوين وين سيتيو ويشن أو اللي هو كلا الأطراف أنه هما يكونوا كسبانين فيش أي مشاكل لأن البنك الدولي أو جهة كبيرة بحجم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتشاركوا دايما فيه أعطاء معلومات تهم المجتمع المصري المحلي تهم الشباب دلوقتي تهم العرب المنفتح ده بجميع ثقافاته السلبية والإيجابية والضارة وغير ضارة اللي بيعملها دلوقتي البنك الدولي إنه بيبدأ يفلتر المعلومات المناسبة لقيم الشباب المصري المناسبة للمجتمع الأفريقي إيه هي المبادئ المناسبة كشاب أفريقي أو كشاب مصري مع الاهتمام بالمبادئ مع الاحترام الدينات مع الوجود الاقتصادي المناسب والمنائم يعني الاهتمام بالقضايا اللي هي محدش يدر أو اللي هي بيقول عليها في العالم خارجي عن السيطرة اللي هو الجزء الاقتصادي الجزء الثقافي الجزء السياسي الحت اللي هي بنتكلم فيه إنسان محاق دنك الدولي بيبدأ أو بيدي دلوقتي نصارح للشباب فيه ناس التفاعل الكبيرة بينها كان بدأ من مواقع تواصل رسمية دلوقتي دخل على مواقع تواصل اجتماعي الشباب بدأ يتفاعل بين الموقت دي بدأ يعرفها البعض وبدأ إنه هو يبقى فعلا يشوف إن الجزئية دي لا يا جماعة الكلام ده مش تهريك ده فعلا ذاك الدولي يعني يقولك يعني ممكن جهة كبيرة زي مش فاضية بيعمل خطط لحتة تانية في العالم طب إلا هيقول ليه اللي هي بيقول إن شاء الله المصري يلتزم بإن أنت تنجح بلدك طب ما أنت جهة رسمية كبيرة جدا في الدنيا بتتكلم بمنطلح يدية وبتتكلم بشكل لو أنت اتبعته فعلا هتلتزم بيه وهتطلع برضه بشكل مستدام يبقى عندك جهة اقتصاد قوية يبقى عندك شباب قوي يبقى عندك اقتصاد قوي يبقى عندك تعاليم قوي ومناسب لأجياء كبيرة يبقى عندك حد ممكن يكون مش يقولك ده بيسلف لا ده هو قرض إحنا بندفع في الوقت المحدد لنا والجهة بتدي يعني ده شرف لجهة كبيرة زي البنك الدولي وصندوق النقل الدولي إن هما يتعاونوا إن هما يبيدوا نصايح ومبادئ فيها اهتمام دلوقتي بدأت الأوساط الاجتماعية وأوساط يعني رسمية بشكل كبير تهتم بيها بدأت أن هما يدوموا على النوضوع ده من أول العلاقة من أول 2016 كمان و2017 الحتة بدأت أو الجزئية دي بدأت تاخد الشكل الرسمي والشكل غير رسمي ويعني بنشوف إن فيها علاقات فيها استفادة إن شاء الله كبيرة جدا في الفترة خلنا أتكلم على حزمة التمويل السريع اللي يعني اللي خصصها آآ البنك لمواجهة هذه الأزمة أزمة كورونا حزمة التمويل السريع يعني مفادها ومفهومها إن هي مفاش أجراءات كتير المفاش بالزبط المواجهة قضايا برضو عجلة عجلة القضايا العجلة برضو بترجع برضو تهتم تاني بالأجزاء المجتمعية اللي احنا بنتكلم عليها ولكن مع الاهتمام آآ بقضايا المائية دي المعنى قضايا المائية يعني إيه يعني مصر من أهم الدول اللي في العالم أو من أكبر الدول اللي في العالم في الزراعة الاهتمام العالمي بالزراعة في الناتج الزراعي يوم من الأيام القطنة حتى من انت الان ما زلت فيه من اهم او القطنة طويلة تيها طبعا ان ده موضوع من الاف السنين والحضارة معروفة يعني الحضارة بتاعتك زراعية وارضك زراعية والبلد زراعية مهما حصل من يقولك التجريف والتصحر انت البلد زراعية وتقبل زراعة الى الاف سنين جاية ان شاء الله نقطة زي دي مثلا لو بنتكلم في الجزئية دي علشان قضية الوقت وكده لما البنك يدي او يحضر سريع او حزمة سريع ان هي فورا تصرف في النقطة دي او في القضية دي فدي حاجة تحسب للبنك ان هو بيصرف على حاجة الحاجة دي محورية جدا في البلد الحاجة دي بتشغل قطع كبير جدا في البلد بتحيي جزئية البلد المشهورة بيها في العالم كله على المستوى المحل فيه نقطة صخر مهمة جدا ان احنا تلقطنا احصل قطنا في العالم القطة طويلة تيها والعالم كله يشهد بكده في انجلترا وفي امريكا وشمال اوروبا كل حتة دي لما تيجي تروح للمنسيات الملابس وكده تلاقي اعلى جزئية فوق خلص هو القطن الطويلة التيلة لمحدد دا اللي هو اعلى جودة واعلى سعر في المول كله ده كلام ده موجود يعني موجود اه فحاجة زي دي في الوقت ده مهمة جدا لانعاش ان طبقة كبيرة جدا بطالة شغل واصابها كسر نفسي وضغوط اجتماعية علشان كده كان مهم في الوقت ده انه يبص لي جزئية اللي هي متأثرة اجتماعية طبقة متأثرة اجتماعية وحنا بنتكلم في قضايا تنمية مستدامة يعني رؤية مستدامة يعني في اكتر من خمسين في المائة من الشباب اللي موجودين في الجزئية دي والشباب المصري اللي شغال في الزراعة والثقافة الزراعية عارفين ده كويس عارفين ان في ناس كتير قوي بتطير تشتغل بيديها والناس بدأت المخاوف يعني ان هي دايما المخاوف الزراعية اللي بتعمل اللي بتوصل خصوصا للشباب اللي هو عايزه وعايز يتجوز وعايز يربي اسرة وعايز يطلع بيت اجتماعيا ثابت واقتصاديا ثابت فدخل البنك الدولي في الجزئية دي اي نعم هي يعني لو بنتكلم بقضية رسمية هو جهة رسمية ولكن تشكر انه هو نظر للنقطة اللي زي دي في وقت مهم قوي زي ده اضاف ان بقى فيه بعد اجتماعي لصيق ان فعلا فيه جهة تهتم بالجزئية دي لان هي دايما الزراعة المرضوطها بيتشاف على الاجل القصير يعني اللي هو خلال 12 شهر او خلال اقل من سنة في الارض الزراعية او خلال 6 شهر او خلال شهور يعني خلينا اقول ان خلال ازمة كورونا ما حصلش عندنا يعني اي عجز الحمد لله بالعكس كلها الاسعار يعني عند الله في المتناول وبترجع دلوقتي وكمان مصر تتصدر حتى الدول اه عالميا فيه تصدير الموالح والفراولة والمطاطس اه طبعا ده مش في ظل العزمة الاجود يعني دلوقتي البرتقان الليمون الفراولة الاجود دي هي مش الاهم كمان في الارقام لا الاجود عالميا يعني بيستكوالة دلوقتي في العالم كله وهكذا فدي حاجة اه كويسة فدي حاجة بتقول ان انت في قطاع زراعي طالع منه قطاع التصدير ده في الوقتي اللي انت فيه ده حاجة مهمة جدا ده فيه بلاد قفل التصدير واستيراده قفل على نفسيها وفيه حاجة دلوقتي ظهر تسمعها اقتصاديات من الغالقة مشاكل كبيرة جدا فمن انت تبدأ تتفاعل دلوقتي ومش تتفاعل بس وتثبت تفسك لا تفاعل وتطور نفسك اقتصاديا بالقروض دي والاجتماعات دي والمحاور دي وتلاقي العالم كله النظر عليك فيه في الجزء المحلي موجود في قضايا كتيرة جدا انت شعب او انت شارك في الجزء العليا موجود وانت موجود بكرسي وبطاولة مهمة جدا ما ينفعش اجتماعات تبدأ غير بوجود الجنب المصري فدي حاجة احنا بتشوف ان هي كويسة قوي في الفترة اللي احنا فيها ان شاء الله في الفترة اللي هي بنشهد شاركات برضو اكتر خلينا اتكلم على برضو جهود الدولة المصرية في الرعاية الصحية ومشاركة البنك الدولي فيه مئة مليون صحة والقضاء على فيروس سي ويعني امور كثيرة جدا حتى تخص المرأة سرطان السد والاطفال والامراض المزمنة والعيادات المتنقلة في مسألة السكر والضغط كيف ترى هذه المجودات مع صندوق النقد الدولة ومقدماته الدولة المصرية من يعني عايز اقول من مواضيع يعني من امور هامة جدا القضايا متعلقة مالجد من ظلتها جزئية برضو ترجع لو حالك تتركز فيها برضو ستلاقي ان هو فيه اهتمام برضو المرأة فيها اهتمام في جزئ ده قضايا متعلقة القضايا الطبية والمتعلقة اه امن قومي يعني ما يفيش فيروس يضرب البلد ده الحمد لله موجود الحمد لله ربنا ده مهمة جدا ده مهمة جدا اه دلوقتي اه ال 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 كلمة الحد من الفيروس دلوقتي هي ما بتبقاش كلمة يعني ممكن حد يشوفها انما هي الحمد لله موجودة دلوقتي ببس البلدية كبيرة يعني لأ احنا يعني احنا ما عندناش الأنتجار الشكل اللي هو يعني في مجتمعات계 وفي مجتمعات معلية معروفة جنبنا وفي تحت في فقارة افريقيا الكلمة الحد عنده من الفيروس يعني هي كلمة يقولك لو انتشر مثلا لو ضرب عشر بيوت في عشر مرضى بيموتوا الشكل المحور ده بيقول ان البلد دي في الاول ما وجهتش صح لأ الحمد لله لما نيجي نبص عندها في مصر بتقول ان في مثلا الشهر اللي فات المنطقة دي في خمسة منها اصيبوا وتعافوا بشكل سريع جدا الخمسة اللي اصيبوا وتعافوا دول بعد كده في خبرتهم وحكايتهم في لما بيجوا يناهش دائما لخبرة المريض او كده بيلاه ان هو لما جال المرض او وصل المرض في شكل متأخر بعدما الفيروس بدأ من سنتين مثلا مش هو الشكل العالمي اللي هو الحمد لله بيقول ان البلد لا فيها اهتمام يعني الفيروس اللي جيه للشاب اللي هو يحتاج فقط ادوية معينة بحوال معينة ومكروس سنتين وبعدين عمل تحليل نفسه سلبي ده بيقول ان ربنا كرم البلد الحمد لله بشكل كبير بيقول في المقام التاني ان الاطباء والممرضين المرضات الجهة الطبية شغالين على قدر مساق اه فعلا مستشفى كتيرة جدا دلوقتي مش بتسبت نسب اللقدة بتقلل النسب كمان الموجودين يعني اللي فيه الحمد لله من اول الاهتمام يعني كعضاءنا في جامعة القاهرة واهتمام من اول الاصر العين الفرنسيوي التعليمي الاصر العين القديم كل الجهات دي بتقول ان التقاتل السلاير اللي هو لو فيه كان الف مريض الشهر ده الشهر اللي بعديه بقى فيه تسعمائة وتسعين يعني الناس بتحاول تفضي واهتمام والتعاون اللي في المرضى ان هو خلاص الحمد لله خف فخلص الدولة بتاعته وطلع اهتم مع المرس الفكرة بتاعت مش مفيش تكدس طبعا هو دي فكرة مهمة جدا بس فكرة اللي هو انت بتقلل عدد المرضى بتوفر دايما انطقة السلاير اللي موجودة للوقتي بتوفر دايما انطقة الاستيعابية من مستشفيات حكومة اكبر عندك من يعني من اكبر مستشفيات الشرق الاوسط حتى الان اه من المستشفى اه شايلة عضاها هي التدريس شايلة طلبة شايلة قطاع شعب شايلة مصر كلها زي يعني المستشفيات يعني يعني عصر العين والريش المنطق والمنيرة الحت دي يعني بجد والله دايما بندعي ربنا يبالك من اول الناس الاطبة اللي هما شايلين القضايا دي والمراضين لحد عندك بقى كل المنظومة بالجامعة الحاد توصل ليه القرية السياسية وجزء اللي هو المتعلق بالتعليم والوزير فانت تلاقي ان فيه خط حلقة كاملة وكل الحلقات فيه متكاملة مع بعض كله بيطلع تقارير لكله وكله بيوصل state of the art او اللي هو اخر حاجة هو يوصل لها فالتاني ينمي ويوصل للفوق وهكذا وهكذا بشكل مستدام مش بالشكل السابت بل بشكل متوقف والاجتماعات دلوقتي بدل ما كانت اجتماعات شهرية بقت فيه اجتماعات اسبوعية الوزراء فيها بيتبع مع نفسها اه كتقارير مع المجموعة بتاعتها وبعدين بتنقل للمجموعة وزارية اخرى بيوفيه باللوقتي تتشارك بين وزارة وزارة الاستثمار جنبها وزارة التعليقين العالي جنبها وزارة التعاون الدولي جنبها وزارة السياحة الرؤى بتتشارك علشان يطلع اه رؤية دايما متكاملة رؤية بتنفع بتتجدد يوميا مش سابتة مش اه ما ما تفيدش حد لا تفيده على جميع المستويات تيمانا خلينا اتكلم هنا هل هل يعني العالم بعد ازمة يعني كوفيد نينتين يعني ربنا سأل ونخلص من هذا الكابوس يعني هل شكل العلاقات الدولية ستتغير هل رؤية العالم اقتصاديا ستتغير هو طبعا بان في الفترة اللي فاتت اه الرؤى فعلا البلاد اللي عايزة تساعد ايه البلاد اللي عايزة تمسك اه تخلي العالم او توقف العالم تثبت العالم تاني البلاد الانانية اللي هو قفل على نفسه مش عايز تشارك علشان ما يخشش فيصاب فيحصل له مشاكل اقتصادية فا اه الرؤية يعني لم تقل منتظر ان فيه تغيير هيحصل لأ ده فعلا تغيير حصل بينتك المناصد الكراسي الموجودة الوقت في المسخ القضاء المحورية في التعليم وفي الصحة وفي رسالة القواعد والرؤى وغلاء والرسالة بتاmun AG المجتمعات سوائف في المجتمع المدني حتى وصولا إلى الأسر في جميع أنحاء العالم بأن فيه فعلا بلد عايزة تنمي نفسها وعايزة تحد من انتشار الفيروس مش فيها بس في البلاد اللي جنبيها مش في البلاد اللي جنبيها بس تبدأ أن هي ترجع تاني سرطة أن هي أخة أكبر في قارة تبدأ أن هي مش أخة أكبر في قارة أنت أخة أكبر في بضع قارات أنت الأخة أكبر في بلاد مهمة كبيرة جدا فيها في نظرة محورية كبيرة عايزة تستفيد من خبرتك عايزة تعرف اللي عشر سنين الأخيرة فيك أنت إزاي كنت كده وبقيت كده أنت إزاي أخذت حالة بالاقتصاد المصري يعني بلد شكل الإجابة بالتأكيد إزاي أخذت بلد كل القطاعات الاقتصادية فيها أو أغلب الاقتصادات الاقتصادية فيها بفضل إلا تم إحياءها أن هي كانت سفر أو كانت فيها منهارة بالضبط جدا منهارة حتى الآن بيتم مش معدلات نهية تعلها بشكل سابط لا أن هي بتنمى أن في دول أخرى جنبك في القارة شايفة أن أنت مثال ناجح تشتغل زيك بإذن الله في الفترة اللي جاية ما هي هتطور أفضل في جميع المستويات في النهاية أكلم على أهمية التعاون الدولي للتخطي أو تخطي الأزمات يعني يمكن هذه الأزمة أثبت أنه ما فيش دولة بأي أن كانت بقى كبيرة صغيرة تقدر تتخطر هذه الأزمة لابد من تعاون دولي يعني أهمية التعاون الدولي للتخطي الأزمات في المرحلة القادمة نعم نعني أفضل طبعا أن التعاون دولي في فترة الأخيرة أهم حاجة فيه نقل الخبرة مم حد كسب عارف حاجة معينة وبالتالي ما ينفعش الخبرة دي أو العلم دي يقدر يحبيسه على نفسه لا أنت لازم تنقل الخبرة لوقتي الجزء اللي في جميع اجتماعات العالم لازم بتشارك على طولاتك اللي مدينة يقولك شيرينج نولج شيرينج إكسبينينس لازم المعارفة والخبرة المعارفة والخبرة المعارفة اللي هي بتصدر في الكتب بتعلم طيب الخبرة اللي هي منهج علم احنا اشتغلنا به لقينا منه نسب النجاح الحمد لله وبالتالي بنقول للناس بنعمل شيرينج للاكسبينينس دي بننقل الخبرة دي بلد معينة عايزة تبقى اقتصاد معين زي في عددنا أو في حجمينا بنفس الشكل بتاعنا طب هذه النموذج المصري تقدر تعمل كده تلاقي المتائج دي في ظل سنوات معينة رجعنا تاني لفكرة التعاون اللي هو تعاون الايجابي تعاون ايجابي ما فيش حد برضي ونغلق على حد فكرة ان انت كل ما تعاون بشكل ايجابي اكتر وكل ما تنقل خبراتك اكتر بترجع ده بشكل مردودي اجور الشكل الايجابي بيفضل ينمى الخبرة اللي احنا قلناها مثلا للطرف دي لحد ما توصل للطرف ياء مثلا بتقعد تزيد 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 لحد ما نوصل لموذل أو للنموذج عالمي اي حد ممكن يعني ان شاء الله يحتاز به او في ظل الظروف اللي هي موجودة عنده يقدر ان شاء الله يعني يعدي براء الامان في الفترة اللي جدا بشكرا يا دكتور كل شكرا التخضير لديك الدكتور كريم يحيى استاذ الاتصمار بجامعة القارة شكرا دائما عزيزا في هذه الحلقة من حوار اليوم وشكرا لفريق اعمل حوار اليوم لهذا اليوم وشكرا لكل سيدا مشاهدين على حصل المتابعة حقهم دائما على خير إلى اللقاء